بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله تحياتي للجميع أتمنى أن تكونوا في أحسن حال الحلقة الأولى من كورس التداول في أسواق الفوركس عنوان الحلقة مقدمة إلى الشموع اليابانية عناصر هذه الحلقة سنتعرف من خلال هذه الحلقة على العناصر الآتية ما هي الشموع اليابانية؟ كيف تتصل الشموع اليابانية بالأطر الزمنية؟ ما هي التفاصيل التي تتضمنها كل شمع يابانية؟ ما الذي تظهره الشموع اليابانية؟ أولا ما هي الشموع اليابانية؟ تستخدم الشموع اليابانية في إظهار معلومات تتعلق بالسعر أثناء التداول تظهر لك الشموع اليابانية معلومات أكثر من تلك التي يتضمنها الرسم البياني الخطي البسيط في حين يظهر الرسم الخطي أسعار الإغلاق فقط تعطي الشموع اليابانية معلومات حول سعر الفتح سعر الغلق أعلى سعر أدنى سعر خلال فترة زمنية معينة هناك فترة زمنية معينة تتشكل خلالها كل شمعة على سبيل المثال فإن شمعة 5 دقائق ستظهر تغيير السعر خلال فترة 5 دقائق وبعد انتهاء الخمس دقائق ستبدأ شمعة جديدة في التشكل بينما تظهر شمعة 15 دقيقة أي ربع ساعة حركة الأسعار خلال فترة 15 دقيقة وبالتالي سنحصل بعد مرور 10 دقائق من الشمعة الأولى على شمعتين 5 دقائق و10 دقائق بينما سنحصل على شمعة واحدة خلال 15 دقيقة سيكون لدينا بعد مرور ربع ساعة 3 من شموع الخمس دقائق بينما ستظل لدينا شمعة ربع ساعة واحدة بعد انقضاء 20 دقيقة سيكون لدينا 4 من شموع الخمس دقائق وشمعتي 15 دقيقة وهلما جرى سنرى هنا كيف تبدو تلك الشموع على الشارت الحقيقي يمكن أن ترى على الجانب الأيسر إطار الخمس دقائق بينما يتواجد على الجانب الأيمن إطار 15 دقيقة أي ربع ساعة يظهر كل من المخططين نفس حركة السعر خلال نفس الوقت تظهر الشموع الموضحة بالأسهم على الشرط الموجود في الجانب الأيسر حركة السعر بعد ثلاث شموع تشكلت كل منها خلال 5 دقائق بينما يظهر إطار 15 دقيقة على الجانب الأيمن نفس حركة السعر لكن عبر شمعة واحدة تشكلت خلال 15 دقيقة يظهر شرط الخمس دقائق تفاصيل أكثر من تلك التي يظهرها شرط الخمسة عشر دقيقة يسمى المستطيل الموجود في المنتصف بجسم الشمعة ويسمى الخط الرفيع في قمة جسم الشمعة بالفتيل العلوي وفي بعض الأحيان الغل العلوي يسمى الخط المتدني من جسم الشمعة الفتيل السفلي أو الغل السفلي ويتضح هنا مرة أخرى كيف تظهر الشمعة على الرسم البياني الحقيقي سنرى التاريخ والوقت في القاع بينما السعر على الجانب الأيمن من الشرط إذا تعمقنا قليلا في مهية المعلومات التي تظهر الشموع اليابانية يمكننا ملاحظة ما يلي في البداية سنلحظ أن كل شمعة يمكن أن يكون لها لونين مختلفين سترى هنا شمعة زرقاء وأخرى برتقالية يتم رسم الشمعة الزرقاء عند تحرك السعر إلى أعلى خلال الفترة التي تتكون فيها الشمعة يعني ذلك أن قاع الشمعة سيظهر سعر الافتتاح خلال هذه الفترة الزمنية بينما سيظهر قمة جسم الشمعة سعر الإغلاق خلال تلك الفترة الزمنية يتم رسم الشمعة البرتقالية في حال التحرك السعر إلى أسفل خلال الفترة التي تشكلت فيها الشمعة لهذا تظهر الشمعة البرتقالية سعر الافتتاح على قمة جسمها بينما يظهر سعر الإغلاق عند القاع تظهر الفتائل أو الضلال أعلى وأدنى سعر تم الوصول إليهما خلال تلك الفترة الزمنية للشمعة وكما لاحظت فإن لون الشموع اليابانية سيخبرك بما إذا كانت الأسعار قد ارتفعت أو انخفضت خلال تلك الفترة الزمنية يشار إلى الشمعة التي تعكس اتجاه السعر بأنها شمعة سعودية بوليش مشتق هذا الاسم من الطريقة التي تحارب بها ثيران حيث تستخدم قرونها لرفع خصومها في الهواء إلى أعلى وإشار إلى الشمعة التي تعكس انخفاض السعر بأنها غبوطية أو بيرش ومشتق هذا الاسم من الطريقة التي يقاتل بها الدب حيث يستخدم مخالبه في الإجهاز على خصمه وهو ملقى على الأرض الألوان الفعلية للشموع ليست بذات أهمية حيث يمكنك اختيار أي لون تريده حيث تقتصر وظيفة هذه الألوان على إخبارك بأن اتجاه الأسعار خلال هذه الفترة الزمانية صاعدا أو هابطا بمجرد النظر إلى لون الشمعة يمكن أن ترى هنا كافة ما ذكرنا على الشرط الحقيقي كما ترى تشير الشموع البرتقالية على الخفاض السعر خلال تلك الفترة ولذلك يتواجد سعر الافتتاح عند قمة جسم الشمعة بينما يتواجد سعر الإغلاق عند الجزء السفلي من جسم الشمعة يظهر الفتيل العلوي أعلى سعر بينما يظهر الفتيل السفلي أدنى سعر تم الوصول إليهما خلال نفس الفترة لو على ذلك توجد الشموع الزرقاء والتي تظهر ارتفاعات الأسعار وبالتالي يتواجد سعر الافتتاح عند قاع الشمعة وسعر الإغلاق عند الجزء العلوي من جسم الشمعة وتماما كما هو الحال مع الشمعة الهبوطية ذات اللون البرتقالي يظهر الفتيل العلوي أعلى سعر بينما يظهر الفتيل السفلي أدنى سعر خلال الفترة الزمنية وبذلك نكون قد انتهينا من مقدمتنا إلى الشموع اليابانية والآن يفترض أنك أصبحت على درايا بالآتي شرط الشموع اليابانية هو رسم بياني أكثر استخداما من قبل المتداولين يكون للشموع اليابانية فترة زمنية معينة تتشكل خلالها يطلق عليها إطار زمني عند انتهاء تلك الفترة تبدأ شمعة جديدة في التشكل وأن كل شمعة تقبرك بسعر الافتتاح والإغلاق والقمة والقاع خلال تلك الفترة تمثل فتايل الشموع اليابانية أعلى وأدنى سعر خلال الفترة تظهر الشموع السعودية تحرك الأسعار إلى أعلى في الفترة التي تشكلت من خلالها وبالتالي يتواجد سعر الافتتاح عند القاع وسعر الإغلاق عند قمة الجسم للشمعة يقول للشمعة الهبوطية لون مختلف عن نظيراتها السعودية اللون الفعلي للشمعة ليس بذات أهمية إذا كنت قادرا على التمييز بين دلالات الألوان تظهر الشمعة الهبوطية أن الأسعار تحركت إلى أسفل في الفترة الزمنية التي تشكلت خلالها وبالتالي يظهر سعر الافتتاح عند قمة جسم الشمعة بينما يظهر سعر الإغلاق عند الجزء السفلي وكما هو الحال دائما مع الشمعة السعودية يظهر الفتيل العلوي أعلى سعر بينما يظهر الفتيل السفلي أدنى سعر خلال الفترة التي تشكلت فيها الشمعة اليابانية إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل هذا الجرس حتى يصلك منا كل ما هو جديد لكم فامس تحياتي اشتركوا في القناة